نبدأ معاك كابتن فاروق والشوت الثاني للمباراة يعني الواحد زعلان بصراحة يعني إن شخصية الآله والزملك راحت يعني الأسبوع ده والأسبوعين اللي فاتوا بأنه ثلاث أسابيع الآله والزملك مش موجودين مش قادرين يجاروا الكرة المصرية إنهم كانوا الزعامة بتاعة الكرة المصرية في الآله والزملك احنا مش شايفين الآله والزملك ليه؟ طب بارك للكابتن علاء عبدالعالي كابتن علاء ألف ومبروك ودي مشكلة يا كابتن مشكلة ما تراية مصر كلها احنا عايزين نقول يا كابتن هتلاعي فرقة كبيرة هتلاعي فرقة صغيرة لازم المدرب يكون قارئ للفريق المنافس لو ما كانش قارئ للفريق المنافس ماعرفش يتعامل معاه والنهاردة هشوفنا الزمالك وشوفنا الأهلي والنهاردة درس كبير قول الأهل والزمالك إن هم بلعبوا فرق أقل منهم ولكن الفرق بالتركيز بتاع اللاعبة واللاعيبة طول المدرب وبينفزوا اللي بيقوله المدرب والنغمة بتاعت الشوط الاول بتاع المدربين اللعيبة والشوط التاني بتاع المدربين كلام دا انتهى في الكورة الدخلية خلصت المبرامن بدري الاهلي ما عرفش عوض ومصر خلص المباراة في دياء 18 الزمالك ما عرفش عوض اذا المفهوم اللي احنا بنفهمه ما بقاش في الكورة دلوقتي عايز تكسب لازم في استمرارية في الاداء استمرارية في الاستحواز استمرارية في الهجوم تشوف الحلول والمشاكل بتاعتك اللي في الملعب الحلول والمشاكل الموجودة في المال ما بحلهاش إلى المدرب اللعيبة انت دي الأدوات اللي انت بتشغل بيها لكن الحلول هو زهن المدرب ودماغ المدرب نوعا بيعد تفرج على كل اللعيبة لكن اللعيبة هو شايف الكورة والمنافس المدرب هو اللاعد بيتفرج على كل اللعيبة إذن احنا النهاردة الدرس اللي خارجين منه الأهل والزمالك شخصيتهم اللجومية وفي الاستحواز وترجمة الاستحواز الاستحواز ما بقاش يعني الاستحواز يبقى فيه هدف لإما عايز تجيب هاد جول لإما انت بتروح لجملة معينة انت محتاجة تخلص بها المباراة استحواز الاهل والزمالك بنسبة كبيرة جدا ولكن الناتج بتاعهم ما فيش الاهل والزمالك النهاردة على مدى 100 ديئة المباراة الأولى 100 ديئة المباراة التانية الاهل والزمالك ما عارفوش يجيبه جول إذن الاهل والزمالك النهاردة لا يملكوا مقاومات الفوز مقاومات الفوز يعني صانع ألعاب يعني مهاجمين يعني أطراف يعني ضغط من نص الملعب مع المهاجمين استغلال أطراف في الكرات العرضية الكرات السابتة كل الكلام ده النادي الآلي دخل فيه كرة من كرة سابتة ونادي الزمالك النهاردة دخل فيه الهدف من كرة سابتة إذن الرؤية بتاعة المداربين لازم تتغير والفكر بتاعة المداربين يتغير ونتعامل مع واقع جديد الآلي والزمالك لازم يستحدثوا في الفكر الاهالي وزمالك لازم يشقوا في الملعب الاهالي وزمالك يحسوا ان الفرق اللي ابتعبهم دي ند قوي وياخدوا المباراة من بداية المباراة لازم يكونوا فعلا مش رد فعلا الاهالي وزمالك اصبح انه النهاردة رد فعلا كأنه الاهالي وزمالك كانوا كأي فرق صغيرة في الدور العام